اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في خبر اليوم على قناتكم شوف تيفي بعدما تم إداع مليكا مزان أهنى لاعتقال بالسجن المحلي لسلا وتقرر متابعتها في حالة اعتقال بعد قضاء الجانية المدة الزمنية القانونية تحت الحراسة النظرية وذلك على خلف التصريحات اعتبرها رأي العام الوطني بالخطيرة والتي تموس بأمن وسلامة المواطنين أكد محمد الطهاري المحامي بهيئة الضب البيضاء في اتصال هاتف خاص به قناة شوف تيفي اليوم أن تصريحات مليكا مزان فيها تهديد بالقتل ومحاولة القتل بالإضافة أنها تحمل ميزا عنصريا صريحا والقانون الجناء واضح في هذا الباب والنيابة العامة لا يمكن لها أن تتساهل مع الجانية وأوضف قائلا أنه بالإضافة إلى متابعة النيابة العامة لها بتهديد أرواح بشرية يمكن لها أن تتابحها إذا تبت لها ذلك بقانون الإرهاب وهذا هو الأقرب حسب الشريط المسجل بصوتها وصورتها وفي هذا الإطار أبرز المحامي الطهاري أن القانون الجناء المغرب يجرم أي فعل يدعو إلى القتل الممنهج والقتل الجماعي تحت أي عقيدة معينة أو تحت أي خلفية إيديولوجية مشددا أن التصريح في وسائل التواصل الاجتماعي والتهديدات المطلقة أصبح فيها نوع من الجدية ولم تعد تأخذ على سبيل المزاح كما كانت في السابق مؤكدا في هذا السياق أنها أصبحت وسيلة من وسائل لاعتراف بشيء معين وهذا هو الشيء الذي يجب أن يحتاطى منه المغاببة إلى هنا مشاهدين الكرام نأتي بكم إلى نهاية الخبر اليوم إلى أن نلقاكم في حرقة قادمة